سوف نقبل بحكم الشعب يا سيدي عد رجالك واشرب الماء الأمور راه يمشي إذا كان الشعب أعطاك مرحبا بحكم الشعب في حزب جبهات التحرير الوطني ضربات ثانيك المتتالية عليه لن تثني أبدا مئرات المناظرات والمناظرين قلنا حزب جبهات التحرير الوطني معولينا الشعب الجزائري وعلى المناظرات والمناظرين عنده نساء وعنده رجاله بيش تزيحني أو تنتهز الفرصة وتعمل إزاعتي وتبردعني كما يقولوا وتركب انتا وإلا تقعد في بلاستي فيه أطر فيه ديمقراطية فيه انتخابات فيه الشعب هو الحاكم أنه بالبلبلة وعبر وسائل الإعلام والتحريض، وخلق الفتنة، وضرب الحزب، وتغلط الشبان، وتغلط الشبات، إذا كانت عندنا احنا في حزب جبهات التحرير الوطني، نقصان أمام شبابنا نعترف به بكل شجعة، وسوف نعمل لجلب هذه الشجعة بحقيقة، لأننا نؤمن أن تركيبة المجتمع لا بد على حزبنا أن يسيرها، لا بد، إذا كانت النسبة الكبيرة هي من الشباب، لابد أن تنعكس هذه الأمور في صفوف حزبنا، لا مناصلنا، لا هوروب لنا، ما هوش انسلاق من الأجيال، لا تقدير والإجاء والإجلال، الأباءنا اللي ما زلنا ما رايحينش نخرج على طوحهم أبداً، مستحيل، لكن قوة حزبنا تكمن في قوة الشباب، حزب جبهات التحرير الوطني خاصة للشباب، الحزب هذا تكون في المغغير، في الأغوار، أو في الجبال، أو في البرد، في الجوع، في الخوف، وقفت عليه رجال، الحزب هذا رايح يتحرت به أمة ودولة، كان مثاق، ما تقدروش أنتم اليوم أنكم تغلطوا هذا الشباب اللي قاري التاريخ، وتخرج جمع الجامعة من الجامعات الجزائرية، ويتعملوه أو تستعملوه كما عاول لقطع هذا الحزب بسبب بعض التصرفات أو بعض السلوكات اللي طلبنا من شعبنا الصفعة عليها في هذا الوقت.